العلاقات السورية التركية أمام منعطف جديد بعد أكثر من عقد على القطيعة والعداء تحاول في نبرة أنقرة تجاه دمشق بدأ يتردد إلى العلن منذ أغسطس العام الماضي ليسمع صوته عاليا في لقاء هو الأرفع مستوى بين البلدين منذ 2011 جمع هذا اللقاء وزيري الدفاع السوري والتركي في موسكو تلاه أعلان الرئيس التركي رجل طيب أدغان عن آلية قد تنتهي بلقاء تاريخي سيجمعه مع الرئيس الأسد أهلا بكم إلى برنامج مع وضط إذن بعد لقاء رفيع المستوى بين وزيري الدفاع التركي والسوري احتضنته موسكو كان الأول من نوعه منذ 11 عاما أعلن الرئيس التركي رجل طيب أدغان عن آلية ثلاثية روسية تركية سورية ستجمع وزراء خارجية البلاد وقد تنتهي بلقاء على مستوى الزعمة إذن لا عداء دائم ولا صداقة دائمة في السياسة جملة ترددت على لسان الرئيس التركي في الآوينة الأخيرة ضمن مساعيه للعودة إلى سياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار ولكن هل تنجح أنقرة ودمشق في طي صفحات الماضي وما هو مصير الإدارة الذاتية الكردية حال اتفاق خصميها وكيف ستوفق أنقرة بين احتضانها للمعارضة السورية سياسيا وعسكريا ومصافحتها للحكومة السورية هذه الأسئلة والمزيد نحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة مع ضيفي أرحب أولا من دمشق بضيفي الدكتور نيدال قبلان الدكتور نيدال قبلان هو السفير السوري السابق لدى تركيا مدير المركز السوري للدراسات السراتيجية التركية وهو إعلامي سابق أهلا وسهلا بك في مع وضط من أنقرة أيضا أرحب ضيفي السيد جاهد توز السيد جاهد توز هو مستشار إعلامي سابق برئاسة الوزراء التركية هو كاتب وباحة سياسي وهو أيضا خبير في شؤون الشرق الأوسط مرحبا بك معنا سيد زاهد في مع وضط إذن العلاقات التركية السورية على مدى 11 عاما اتسمت بالعداوة والقطيعة قبل أن تظهر بوادر تحول في الأشهر القليلة الماضية نستعرض بداية أبرز محطات العلاقات السورية التركية ثم نبدأ نقاشنا مع ضيفينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افتح باب النقاش وأبدأ مع سيد جاهد مرحبا بك من جديد سيد جاهد بداية ما هو الدافع الرئيسي وراء التحول في السياسة التركية تجاه دمشق الآن طبعا بعد كما ذكرنا عقد من الخلافات الجوهرية كانت خلالها أنقرة تدعم المعارضة السورية مثلا وحظت حتى على إسقاط الحكومة في دمشق نعم سيدة الكريمة بالتأكيد هناك كثير من العوامل بإمكاننا نتحدث عنها بما يتعلق هذه المبادرة بدأت عند الدولتان بما يتعلق تطبيع علاقات بين تركيا وسوريا أنا بالرأي طبعا هناك لا يمكن أن تحدث عن السبب واحد بل إنما أسباب وأيضا لا يمكن أن تحدث عن أسباب الداخل بما يتعلق على مستوى المطقة وإنما على مستوى العالم لأن هناك السياسة الجديدة بما يتعلق تبع ولاة المتحدة أمريكية تحديدا بعد مجيء بايدن وأيضا هناك الحرب بين روسيا وأوكرانيا وجائحة الكورونا يعني هذه الأحداث الكبيرة التي حدثت في العالم أعتقد ليست تركيا فقط أو سوريا فقط أدت كثير من الدول على مستوى العالم تجاه إلى السياسات الجديدة لأننا نحن أمام عالم جديد فهذه النقطة مهمة للغاية بالنسبة إلى كل الدول لأخذ تدابيرها هذه النقطة أما بالنسبة على مستوى الأقليم كما جميع يعرف أن السبب الأزمة الموجودة في داخل أراضي سوريا للأسف الشديد فتحت فراغ كبير أو مجلات كبير للجهات التي تريد خلق أزمة في المنطقة والاستخدام هذه الأزمة ضد الدول تحديدا كثير من المنظمات الإرهابية استفادت سنوات الماضية لحد الآن تستفيد من هذه الأزمة وكثير من هذه المنظمات الإرهابية مثل PYD, YPG حزب عمال كردستاني هذه المنظمات منظمات وحدة ليس هناك فرق بين PYD, YPG وحزب عمال كردستان لأن الدستور الداخلي تبع PYD, YPG يقول المادة الثانية تقول أن أبدالله أجالان يعني زعيم حزب عمال كردستان هو زعيم طبيعي لPYD, YPG الآن المرحلة التي وصلت إليها بوجود هذه المنظمات الإرهابية وأيضا بالدعم المكثف من طرف ولاة المتحدة الأمريكية بأسلحة سقيلة إلى هذه المنظمات الإرهابية للأسف الشديد حزب عمال كردستان PYD, YPG قوات سوريا الديمقراطية التي تسموها هذه المنظمات كلها أصبحت تهديدا مباشرا على أمن القوم السورية بدرجة الأولى وبالدرجة الثانية على أمن قوم التركي لأنه واضح أن هناك خطة عن دولات المتحدة الأمريكية تأسيس دولة أو إن صح التعبير دولة في الشمال السورية واستخدامها يعني من خلال هذه المنظمات الإرهابية واستخدامها ضد سوريا ضد إيران ضد أراخ ضد تركيا فإذا نحن نتحدث عن مشكلة تحدد أمن المنطقة كلها فلذلك لما ننصر إلى تصريح وزير الدفاع التركية بعد الاجتماع مع وزير الدفاع السورية بموسكو صرح بشكل واضح أن بدرجة الأولى التي تم محادثة عليها أو النقاش عليها هو الموضوع الأمن سوريا وتركيا الآن طبعا بغض النظر على كل الخلافات الموجودة بين تركيا وسوريا اليوم أنا برأيي الطرفان مدركان بشكل واضح أن الأمر الأساسي هو حل هذه المشكلة وليس مناقشة على الخلافات الموجودة بين الطرفان أعتقد دكتور قبلان لنرى أن كان يوافق دكتور قبلان مرحبا بك معنا في هذه الحلقة من مع وضد لأي مدى توافق على ما قاله سيد جاهد يعني الحكومة السورية ما زالت حتى اللحظة تعتبر التواجد العسكري التركي احتلال وأيضا تلوم أو تتهم حتى أنقرى بتصدير الإرهاب إلى سوريا فبالتالي اليوم السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي قد يدفع دمشق إلى تخطي كل هذه الاعتبارات هل تغلب اليوم كفة المصالح وسيم المصالح الأمنية التي ذكرها سيد جاهد على كل هذه الاعتبارات وهذه الخلافات مساء الخير لك سيدتي ولضيفك ولأسادة المشاهدين هذه أربعة أسئلة بسؤال واحد سأحاول الإجابة عنها بندا بندا أولا فيما يتصل بموضوع التهديد الأمني إن كان بالنسبة لسوريا أو لتركيا أو للمنطقة فالإرهاب هو إرهاب سواء كان كرديا أم كان داعشيا أم كان من جبهة النصرة أو كان من أحرار الشام بغض النظر عن المسميات كل من يحمل السلاح في وجه الدولة وفي وجه المدنيين والعسكريين هو إرهابي هذا هو تعريف الإرهاب فمن ينطبق عليه هذا التعريف هو عدو لكل من تركيا وسوريا هذا في المنطق ثانيا أنا أريد أن أثني على ما قاله ضيفك الكريم حول تصريحات وزير الدفاع التركي خلوسي أكار وهي تصريحات إيجابية واللقاء في موسكو كان إيجابيا كما أكد المشاركون السوريون والأتراك على حد سواء أهم ما قاله السيد أكار بأن بأنه أكد لنظيره السوري حرص تركيا على وحدة وسلامة التراب السوري وأن وجود القوات التركية في آلاف الكيلومترات من الأراضي السورية هو يعني لمحاربة الإرهاب وبالتالي أنا أعتقد بأن نقاط الالتقاء هي محاربة الإرهاب لأن في ذلك مصلحة مشتركة نقاط الاختلاف هي في المسميات فأي دولة تدخل بقواتها إلى دولة ذات سيادة وفق قانون وميثاق الأمم المتحدة هذا هو احتلال أما إذا كان احتلالا مؤقتا أم احتلالا متوسط المدى أم بعيد المدى هذا ما ستثبته الأيام لذلك أنا أقول دائما في كل لقاءات يعني الإعلامية بأن أهم شيء لنجاح التقارب التركي السوري هو إعادة بناء الثقة النوايا الصادقة والإرادة في اتخاذ قرارات جريئة إن كان بالنسبة لأنقرة أو بالنسبة لدمشق هل تتخلى سوريا عن موقفها الآن أو مواقفها المبدئية بأن تؤيد التقارب طبعا لا الرئيس بشار الأسد قال في أكثر من مناسبة أنه شخصيا مستعد لمد يده حتى لمن أساء له شخصيا ولأسرته ولعائلته إذا كان في ذلك المصلحة العليا للوطن الآن يلتقي المسؤولون الأتراك مع اختلاف المسميات أو الأسباب والدواعي لهذه التصريحات المتتالية والتسارع من قبل أنقرة إلى كسر الجليد مع دمشق وإحراز تقدم على الأرض قبيل الانتخابات المقبلة وأنا أعتقد وكما قلت دائما لا عدوات دائمة وهذه معروفة في السياسة لا عدوات دائمة ولا صداقات دائمة رئيس بشار الأسد فقط للتاريخ في عام 2006 كنا في زيارة لمحافظة السويداء سأله أحد المواطنين فلاح مزارع قال له هل تأمن لقطر سيادة الرئيس وأن هذا التقارب وهذا الحب وهذا الوئام مع قطر لا يمكن أن ينقلب في يوم ما ضد سوريا فابتسم الرئيس وقال له يا عم السياسة هي تشابك مصالح لا يوجد فيها صداقات دائمة ولا يوجد فيها كراهية وعدوة دائمة أذهب بسؤال سريع بقي لدي دقيقتين سيد جاهد قال دكتور قابلان أن سوريا منفتحة اليوم على علاقات أفضل مع أنقرة ولكن تحتاج إلى جرأة من تركيا في عدد من القرارات وطبعا نحن نتحدث عن ملفات خلافية واسعة إذا ما تحدثنا تحديدا عن المعارضة وزير الخارجية التركي أكد أن لا تطبيع مع دمشق رغما عن المعارضة كيف تخطط أنقرة اليوم للتوفيق بين الطرفين ماذا ستقدم للمعارضة وما الذي قد يدفع المعارضة السورية اليوم للقبول باتفاق أو بخطة يمكن أن تعد نهاية لها بالحقيقة التطبيع التطبيع علاقات مع نظام سوري هو ليس معنى تخلع عن المعارضة السورية يعني ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن في داخل السياسة التركية تحديدا سياسة خارجية تركية هو الإنسان ومبادئه فلذلك المعارضة للسورية والشعب السوري بشكل عام يعني أنا لا أريد أسمي معارضة أو كذا عانت كثير من هذه المشاكل حدث في سوريا للأسف الشديد وهناك عدد القتلى بشكل كبير وجرم وقتل واستخدام أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري للأسف الشديد من طرف النظام بشكل كبير فهذه النقط كلها حقيقة لا يمكن أي طرف من الأطراف ينسها لكن تركيا اليوم تتحدث عن علاقة بين الدولة والدولة وأيضا تتحدث عن أمن المنطقة فهذا أكيد بالتأكيد سوف تكون هناك بخلال تنسيق المعارضة ومع النظام فهذا الحل ليس الإختراحة التركية فقط وإنما ستكون هناك اختراحات من طرف النظام واختراحات من طرف المعارضة حتى وصول إلى النقطة المشتركة لأن معارضة أيضا أو شعب السوري لا يريد وجود هذه المنظمات الإرهابية ولا يريد يعيش مهاجرا من أراضه من بلده ولا يريد أن يعيش تحت تهديدات هذه المنظمات الإرهابية وبالتأكيد هذا ستكون بالتوافق مشتركة بين كل أطراف وليس بين تركيا لكن كما قلت في البداية هذا لا يعني تخلي من المعارضة السورية ما رأيك دكتور قبل هذا لا يعني تخلي من قبل تركيا عن المعارضة السورية وفي حال عودة العلاقات مع أنقرة هل دمشق ستكون منفتحة فعلا على التوصل لحل سياسي مع المعارضة وما هي الشروط التي تضعها على الطاولة لا توجد شروط لدى الدولة السورية وأنا أعترض على كلمة النظام السوري لأنها عندها سأقول النظام التركي المصالحة هي بين دولتين وحكومتين ومسؤولين من البلدين ثم موضوع الأسلحة الكيموية يعني هذه أصبحت كذبة ممجوجة ولم تثبت التحقيقات أي شيء بخصوصها ثم أن الدولة ارتكبت أو تعاملت بالقوة والحزم مع الجماعات التي رفعت السلاح وقتلت مئات آلاف العسكريين والمدنيين السوريين فقط أذكر ضيفك الكريم يعني من تركيا ماذا فعلت حكومة أردوغان مع الذين انقلبوا عليه لساعات في 500 ألف بين معتقل ومصرح من الخدمة وكذا يعني الدولة دولة إما أن تبسط سيطرتها على البلد وإما أن تنفلت الأمور فباعتراف الغرب قبل أصدقاء سوريا في عنا إرهابيين من 83-84 دولة يحاربون على التراب السوري وبالتالي لا يمكن الحديث عنهم كمعارضة سوريا فقط نقطة واحدة لو تجبني على سؤالي إلى مدى اليوم دمشق منفتحة على حل سياسي مع المعارضة دمشق نعم منفتحة تماما ومنذ اليوم الأول رحبت سوريا والرئيس بشار الأسد وعقد مؤتمر في دمشق للأسس بعد ذلك انقسمت المعارضة إلى معارضات لكل ولاقوة ولكل المشغلها ولكن نحن منفتحون نعم نحن منفتحون تحت سقف الوطن على كل المعارضة أذهب أنا وإياكم ضيفي إلى فاصل قصير أنتم أيضا مشاهدين ابقوا معنا ندب إلى فاصل قصير بعده نعود لنتابع نقاشي مع ضيفي ابقوا معنا أهلا بكم من جديد خمس عمليات عسكرية نفذتها تركيا على الأراضي السورية منذ عام 2016 استهدف جلها القوى الكردية المسلحة نتوقف مع تقرير عن العمليات العسكرية التركية في سوريا ثم أستكمل نقاشي مع ضيفي نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أستأنف النقاش أعود وأرحب بضيفي السيد جاهد والدكتور قبلان من دمشق مرحبا بكم من جديد أذهب إليك دكتور قبلان قبل الفاصل كنت تقول لي أن الطرفين متفقان على الحاجة إلى التعاون في المسائل الأمنية أقل أي اتفاق مستقبل اليوم بين الطرفين هل يمكن أن تسمح فيه دمشق لأنقرة باستئناف عملياتها العسكرية ضد القوى الكردية شمال البلاد كما نعلم هذا الكيان هو كيان غير مرغوب به من الطرفين هذا موضوع بالغ الحساسية أعتقد بأن هناك توافقا روسيا سوريا وربما تركيا على أن أي عمل أحادي قد تكون له نتائج عكسية أنا برأيي وربما قد يكون هذا رأيي القيادة السورية لا أدري لكن رأيي الشخصي ومن خلال ما لمسته أثناء عملي كآخر سفير سوري لدى تركيا والاجتماعات العسكرية والأمنية المنتظمة التي كانت تتم كل ستة أشهر مرة في دمشق ومرة في تركيا الحل الأنجع هو التعاون العسكري والأمني المشترك للقضاء على كل الظواهر الإرهابية لا يمكن أن تحل مشكلة الأمن القومي التركي الذي هو ذريعة كل التدخلات العسكرية التركية في العراق وبعدها في سوريا لا يمكن أن تحل هذه الهواجس الأمنية بمجرد التصدي لجماعات كردية سواء انفصالية أو إرهابية كما ترى أنقرة والبعض يتفق عليه الجميع يعني البيكيكي أو موضوع إنشاء دولة كردية انفصالية إن كان في شمال سوريا أو في شمال العراق كان نقطة إجماع في معارضته بين كل من تركيا وسوريا والعراق وإيران وبالتالي أنا أعتقد ليس في مصلحة أحد شردمت المنطقة إلى كيانات إثنية وعرقية وهذا هو جزء أساس من مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الشرق الأوسط الكبير مع أنقرة على ضرورة ردع هذه القوات الكردية ولكن التعاون العسكري والأمني المشترك لا ليست الكردية ليست الكردية القوات والتنظيمات الإرهابية جميعا كردية كانت أم غير كردية في تنظيمات في رقبتها دماء عشرات ألاف السوريين حسب نشاطاتها هناك جماعات يا سيدتي هناك جماعات متطرفة موجودة في إدلر تتحدث عن فصال معارضة السورية أيضا ليست معارضة هؤلاء إرهابيون قدموا من أزباكستان وكزاخستان والشيشان وفرنسا وأستراليا وكندا هؤلاء لا علاقة لهم بالسياسة يعني يجب أن نتفق جميعا الإرهابي الإرهابي هو إرهابي ويجب التصدي له بين تركيا وسوريا والعالم أجمع سيد جاهد ما رأيك اليوم بداية هل تسعى أنقرة من خلال التقرب من دمشق إلى شرعنة عملياتها العسكرية على الأراضي السورية تحديدا في شمال أشرقي تحديدا ضد القوى الكردية وهل تقبل اليوم بفكرة التعاون العسكري والأمن المشترك نحارب الإرهاب بغض النظر من هو الإرهابي هنا ولكن معا أولا اخت الكريمة التعريف الإرهاب لازم يكون تعريف واحد ليس تعريف منفاصل ومختلف من عند كل الدولة بشكل عام وبالنسبة إلى تركيا من يحمل سلاح ضد أي دولة وضد شعوب هو إرهاب لا شك في هذا الموضوع سواء كان في تركيا سواء كان في داخل أراضي سوريا وأي داخل أراضي في أي دولة على مستوى العالم لكن لما ننظر إلى تاريخ مع الأسف الشديد التاريخ سوريا بتحالفات مع المنظمات الإرهابية في تجارب سيئة جدا للأسف الشديد سوريا كانت حاضنة لحزب عمال الكردستاني لما اندال حزب عمال الكردستاني في بداية سمانينات وهذا سبب مشكلة كبيرة بين تركيا وسوريا ووزير رئيس الأركان التركي آنذاك 98 هدد على الحدود يعني في مدينة أدانا بشكل واضح للدولة السورية لأن زعيم حزب عمال الكردستان كان يعيش بالدعم الدولة السورية في داخل دمشق فهذه كانت مشكلة كبيرة جدا أنت الدولة جيران عندي وأنت تستضف الرئيس المنظمة الإرهابية لتقتل يوميا المدنيين في داخل أراضي سوريا وبعد ذلك جاء اتفاق أدانا وجود عسكر التركي أو جيش التركي في أراضي سوريا هذا وجود هو وفق اتفاق أدانا وأيضا وفق قرارات أمم المتحدة وهو قرار بمادة 52 فهذه المادة تقول أي دولة على مستوى العالم إذا تشعر تهديدا على أمن القومها مباشرة تستطيع أن تأخذ تدابيرها ضد هذه المنظمة الإرهابية فلذلك عملية المخلب السيف التركية اليوم ما زالت على قدم وساق وحتى التدخل العسكري على الأرض مسألة وقت بالنسبة لأنقرة هل تقبل يوم أنقرة بفكرة مشاركة دمشق بهذه العملية أو تغيير هذه العملية تبديلها وهل تقبل أنقرة بأن تحدد دمشق لها الأهداف بتأكيد الجميع يعرف بشكل واضح سوريا حاليا من خلال جيشها الوحيد لا تستطيع أو عاجز مكافحة الإرهاب في داخل أراضي سوريا لوحدها ولذلك هذه العجزية فتحت أبواب لكثير من الديناميات خارجية سواء كان على مستوى الدول سواء كان على مستوى المنظمات لخلق معسكرات تباعهم في داخل أراضي سوريا لذلك الأمام إذا نحن نتحدث عن تطبيع علاقات بين تركيا وسوريا بالتأكيد لازم نتحدث عن تعاون عسكري مشترك إذا لا يكون هناك وفاق أو اتفاق بين الطرفان على هذه النقطة إذن لا قد تكون أهداف دمشق لا يوجد حاجة لاستشارة مختلفة عن أهداف أنقرة سيد جاهد يعني الأهداف دمشق إذا خروج دولة تركية أو جيش التركي في الشمال سوريا دولة سوريا لازم تضمن أن تستطيع مكافحة هذه المنظمات الإرهابية وخروجه من هذه المناطق وأيضا تنتهي هذا التهديد على أمن القوم التركية هل هذا ممكن مستحيل؟ والجميع يعرف هذا مستحيل اسمح لي أن أذهب أبعد بأهداف أنقرة كيف تنظر دمشق اليوم إلى طموح أردوغان بإنشاء منطقة آمنة في شمال شرق سوريا ونقل اللاجئين السوريين إلى هذه المنطقة وبالتالي هي طبعا وفقا لما تفكر أنقرة إبعاد الخطر التي تفرضه اليوم الجماعات الإرهابية هي تسميها جماعات كردية هل ستقبل دمشق بها؟ يعني سيدتي إذا أردنا أن نبدأ صفحة جديدة علينا أن لا ننبش التاريخ فضيفك يتحدث عن استضافة سوريا لقيادات حزب العمال الكردستاني قبل عشرين عاما يعني حتى اليوم تركيا تستضيف قيادات الإخوان المسلمين الشقفة وشركاء الذين ارتكبوا مجزرة مدرسة المدفعية في حلب وفجروا البصات والمدارس وقتلوا آلاف السوريين وأساتذة الجامعات في سوريا علينا أن نتحدث كما قلت يعني بنفس إيجابي سوريا كانت تضمن هذه الحدود ولم تحدث عملية إرهابية واحدة عبر الحدود السورية قبل أن تمرر تركيا عشرات وغير تركيا عشرات آلاف الإرهابيين يتقدر عددهم اليوم أكثر من 300 ألف إرهابي من 83 دولة وبالتالي أنا أقول الضامن الضامن الوحيد للحدود السورية التركية لاحظي سيدتي أمريكا أقوى دولة في العالم لا تستطيع حماية حدودها مع المكسيك وبالتالي لن يضمن الحدود السورية التركية دكتور قبلان الجيش السوري والجيش التركي فقط هل تقبل سوريا بلا أمريكا ولا روسيا هل تقبل بمنطقة آمنة في شمالها تابعة لتركيا منطقة آمنة على الجانبين لأن الأمن للجميع وليس من حصة الأراضي السورية بإشراف الجانبين ومن الجانبين كما كانت اتفاقية أدنى تقول خمسة كيلومتر خليها عشر أو خمسة عشر كيلومتر من الجانبين وتركيا مساحتها أكبر من سوريا بعشر مرات تستطيع أن تستغني مازال عمامنا الكثير من النقاط لنناقشها ولكن اسمح لي أندب إلى فاصل قصير مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا ندب إلى فاصل قصير وبعده نعود نستأنف هذا النقاش ابقوا معنا أهلا بكم الجديد إلى الجزء الأخير من مع وضد في مقال لرئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون جيمس جيفري نشر على صحيفة فوريوم بوليسي بعنوان كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساوم تركيا في أشأن السوري يقول السفير الأمريكي السابق لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا سابقا يقول تظل واشنطن على الرغم من الخلافات الكثيرة الحليف الأكثر حيوية لأنقرة فيما تشكل الأخيرة بالنظر إلى ثقلها الاقتصادي والعسكري وإلى موقعها الاستراتيجي تشكل شريكا رئيسيا للولايات المتحدة ومع ذلك أدت الخلافات حول دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية إلى اضطراب العلاقات بين البلدين يعزوا بعض المراقبين نية أنقرة شن عملية عسكرية أخرى في الشمال السوري إلى الانتخابات المقبلة منتصف عام 2023 حيث تظهر استطلاعات الرأي أن حزب أردوغان بعيد عن الأغلبية ويسعى بالتالي إلى تعزيز الدعم بتوظيف ورقة حزب العمال الكردستاني كما أن التنسيق بين الولايات المتحدة والتركيا بشأن سوريا ليس على مستوى عال كما كان في الماضي وبالنظر إلى سياسة واشنطن بتقليص وجودها في الشرق الأوسط يريد الأتراك معرفة ما سيحل بكيان حزب العمال الكردستاني الذي أنشئ على حدودهم من هذه المعلومات وما جاء في فورين بوليسي أذهب بهذه الأسئلة لضيفي أعود وأرحب بك دكتور قبلان وبك سيد جاهد جاهد هل ستستمر أنقرة في تقاربها مع دمشق على الرغم من المعارضة الأمريكية يعني ألا تخشى اليوم حكومة أردوغان عقوبات اقتصادية غضب أمريكي قد يعمق اليوم من الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد طبعا سيد الرئيس قبل كل العمليات العسكرية عندما ننظر إلى تصريح سيد رجب طيب أردوغان نفهم بشكل واضح هو يقول أن النقطة الأهم بالنسبة لتركيا هي أمن القوم التركية وتركيا ليس بحاجة إلى أن تأخذ أي إذن من أي طرف من الأطراف وأيضا تركيا لا تأخذ بعين اعتبار التحركات أي دولة من الدول سواء كان سابقا كما الجميع يعرف أن روسيا كان ضد هذه المحاولات العسكرية أمريكا كان ضد هذه المحاولات العسكرية لكن تركيا النقطة الأهم في تحديدا أحد حزب عدالة والتنمية هي المصالح تركية وأمن تركيا فلذلك طبعا على حسب العلاقات بين تركيا ولاة المتحدة أمريكية تركيا أو دول أخرى يتم بتأكيد استشارات على مستوى الجهات المعنية لكن بشكل عام ماذا ستقول ولاة المتحدة أمريكا أو روسيا أو أي دولة لا تعني تركيا نهائيا ونتائج أو المرحلة التي وصلت إليها تؤكد على ذلك أن تركيا كما ذكرتم في تقريركم أنها قامت عمليات عسكرية ضد منظمات إرهابية في داخل أراضي سوريا خمسة مرات وأعتقد ستواصل أيام القادمة إن استمرت موجود هذه المنظمات الإرهابية حاليا كما قلت أختي الكريمة أنا برأيي شخصي الموضوع هو ليس موضوع تركيا سوريا فقط وإنما هو موضوع أمن المنطقة لأن العالم حاليا نحن أمام عالم الجديد ففي عالم الجديد كل الدول لازم تأخذ قراراتها يعني هذه مبادرة تركية ليس مع سوريا فقط لنعرف أن هناك مبادرة مع مصر مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات ومع الباقي الدول على مستوى المنطقة لأن تركيا تنظر إلى أمن المنطقة بالكامل لأن إذا المنطقة لا تكون في سلام إذا تركيا لا تكون في سلام المنطقة لا تكون في سلام فلذلك السلام للمنطقة كلما موجود واضحة سيد جاهد كقوة كبيرة في المنطقة حاليا من خلال هذه المبادرات تحاول خلق سلام الفكرة واضحة أنا بسؤالي دكتور قبلان حتى خروج هذه الديناميات خارجة في المنطقة مقاطعة سيد جاهد بدقيقة دكتور قبلان هل تخشى اليوم دمشق تحولا مفاجئا في الموقف التركي طبعا يقول سيد جاهد لا يهمنا موقف الولايات المتحدة ولكن نتحدث هنا عن وجود للولايات المتحدة كبير في المنطقة تحديدا في سوريا ونتحدث عن عقوبات قد تكون مؤلمة على تركيا هل تخشى دمشق تحولا مفاجئا في الموقف التركي وما هي الضمانات لا تخشى سوريا يعني لن يمر عليها أكثر مما مر عليها ومصلحة تركيا كما هي مصلحة سوريا هو أن يتم هذا التقارب بشكل فعلي وعملي وأن يتم التعاون في الملفات الكبرى تحدث ضيفك عن علاقات تركيا مع دول الخليج مهم جدا التوقف عند دلالات زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد قبل أيام إلى دمشق ولقائه مع الرئيس الأسد والأجواء الحميمية التي صبغت هذا اللقاء أنا بالمناسبة أعرف الشيخ عبدالله شخصيا منذ عام 97 عملت معه عندما كان وكيل وزارة الإعلام أيضا في أبوظبي والمهم عرفته من لندن وجينيف وأعلم كم هو عملي وماذا كان يحمل معه وأعتقد لقاء وزراء الخارجية سيكون على الأرجح في أبوظبي خلال أسبوع من الآن وما كانت هذه الخطوة الإماراتية لتتم بدون دعم ضمني من السعودية ومصر والأردن والكويت لأن هناك مصلحة مشتركة للجميع في الاستقرار الإقليمي وفي استثمار هذه الثروات الهائلة التي ظهرت في السنوات الأخيرة إن كان في مياه المتوسط أو الثروات الأخرى أكبر المعارضين للتقارب التركي السوري الولايات المتحدة تل أبيب التنظيمات الإرهابية وقسم من المهجرين أو النازحين الذين لا يريدون العودة إلى سوريا بغض النظر عن أي اتفاق وعارضوا أي تقارب بين الدولتين لذلك أنا أعتقد بأن المصلحة المشتركة تحتم هذا التقارب الذي نتمنى أن يتم بشكل الأمثل ويكون فيها المنفع الكبرى للشعبين السوري والتركي وللمنطقة بشكل عام ربما سؤال أخير لسيد جاهد هل بقية لدي وقت؟ سيد جاهد سؤال أخير ما هي القضية اليوم التي يمكن أن تبعد أردوغان أو أن تتسبب بخسارة أردوغان في انتخابات 2023 إذا لم يحققها في إطار التقارب مع دمشق نتحدث عن الأمن عن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا عن ماذا؟ أنا شخصيا على حسب الاستطلاعات الرأيية أو دراسات العلمية بما يتعلق الانتخابات التركية كثير من النتائج تقول أن أردوغان سوف يفوز في هذه الانتخابات وبالنسبة إلى حزب عدالة والتنمية وسيد أردوغان أعتقد هذه النقطة ليست أولوية بالنسبة إلى أردوغان وحزب عدالة والتنمية لما ننظر إلى السياسات الخارجية سواء كان على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم وأيضا سياسة الداخلية نرى بشكل واضح أن الحكومة التركية حالية برئاسة سيد رجب طيب أردوغان تحاول أن تواصل إلى سياستها إلى الأمام فهذه نقطة أعتقد مهمة ونرى أن التركيز ليس على الانتخابات وإنما تركيز على تنفيذ سياستها بما يخص على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم أما بالتأكيد تركيا أيضا في نفس الوقت هناك كثير من أحزاب المعارضة مع الأسف الشديد النقطة الوحيدة ليستند هذه المنظمات أو الأحزاب المعارضة على مستوى تركيا هي وجود اللاجئين في داخل أراضي سوريا ويحاول الأحزاب المعارضة استفادة أو استغلال هذه النقطة وتركيا سيد رئيس كم مرة صرح هذه النقطة أنه لن يسمح لاستغلال هذا الموضوع حتى يضر الشعب السوري الموجودة أو لاجئين سوريين موجودين في تركيا وتركيا تعتبرهم كضيوف وأيضا لا تريد أن هذه النقطة تكون نقطة المناقشة للسياسة التركية ليس على مستوى الداخلي حتى على مستوى الخارج المهم هنا الضمانة لحماية أو حفاظ اللاجئين سوريين الذين متواجدين في الداخل سوريا والمتواجدين في الإبلب أو في شمال سوريا وأيضا مكافحة الإرهاب للوجود هذه المنظمات الإرهابية الموجودة هناك كما تحدثنا قبل قليل أن هذا بالتأكيد لازم يكون بشراكة الجيش التركي والسوري حتى ليس روسيا وولاة المتحدة أمريكية لكن للذي يأتي بالصدق هو السوريا ليس تركيا سوريا لازم تطلب خروج هذه الدينامية الخارجية كلها من بلاد حتى تكون هناك مشاركة بين تركيا والسوريا شكرا جزيلا أشكر ضيفي على مشاركتهم وطبعا معي من دمشق السفير السوري السابق لدى تركيا دكتور نيدال قبلان ومن أنقرة المستشار السابق برئاسة الوزراء التركية الأستاذ جاهد توز شكرا جزيلا لكم ولوقتكم أشكر لكم مشاهدين الكرام على متابعتكم يسعدون تفاعلكم معنا عبر حسابات شرق للأخبار المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهر أمامكم أسفل الشاشة لا تنسوا نحن دائما معكم في أمان الله شكرا لكم